علاقة الحاكم العربي بكرسى الرئاسة علاقة عضوية والوحيد القادر يأومه عن الكرسى هو عزرائيل بس بكلها العطم في بلد عربي واحد رئيسه رح يترك منصبه وهو بعز شبابه هلأ نحن مش أكيدين إذا هو عارف أنه رح يترك إذا خبروه بجناب ولو خبروه يمكن صار وقت يرجعوا يخبروه بعد أسابيع من المظاهرات والضغوط وعد بتفليق الشباب بالتسليم من الحكم لأن بتفليق رح يعمل سيل على ولاية الخامسة اللي رح تزمن خمس سنين لسنة واحد أتعهد أنني لن أكون مترشحاً فيها من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية نستبدل إسقاط نظام بتغيير نظام والشعب الجزائري سيد في وطنه وإن أرد تغيير نظام فله ذلك ولكن يجب أن يكون في ظروف هادئة يعني بدون أي عقدة ومن خلال الندوة الوطنية التي ستستوعب كل الجزائريين بمختلف مشاربهم والطبقة السياسية والمجتمع المدني طب ها شو بتكون أحلى من هيك؟ أحلى ربيع عربي مع ابو تفليقة قد ما بيحب شعبه ما رح يخليه يتعذب يتظاهر ويشاغب طي غير النظام ابو تفليقة رح يترك السلطة العيون الجزائريين من أجلي أن تكون معنويتهم مرتفعة بتكون تغيروا النظام؟ النظام رح يتغير لوحده بتكون الرئيسي فل؟ أسيساً هو نص وقته بيقضي برا الجزائر بعدين أنجأ صار له عشرين سنة منو مثل مبارك أو القزافة هو مثل مبارح إجا رئيس بعدين 82 سنة خطيار؟ هيا الملك سلمان عمره 83 سنة وبعضه بكامل نشاطه واللي بده يتزاكى ويقل ليش ما حكيته عن رئيسكم بقل له ما فيه يحكي عن رئيسي بدكن تغير بالجزائر؟ هيا النظام منو لحاله عم يتغير في أحلى من هيك؟ والله ما في أحلى من هيك بس كأنه المشهد هيك راقز يدي عن اللزوم يعني قد ما حلو شي ما بيتصدق شي مثل الكذب مثل الكذب أقرب الناس إلى الرئيس الجزائري ينسب له نفوذ كبير أو حتى دور محوري في تثبيت أركان حكم عبد العزيز بوتفليقة خاصة بعد مرض مثل عبد العزيز ولد سعيد بوتفليقة في مدينة وجدة المغربية ومع صعود شقيقه إلى الرئاسة صعد هو الآخر لمنصب المستشار منوئوه يقولون إن المستشار أكثر من مستشار ويعطي أوامر لتسيير أمور البلاد إسم آخر ذو نفوذ في الجزائر هو جنرال البشير طرطاق رئيس الاستخبارات وهنا يرى البعض أن هناك توفقا بين الجهات الثلاث اللئاسة والجيش والاستخبارات آه طيب هوده مش رح يروحوا معه ولا هوده بأي نتيجة هذه الرئيس الرئيس بوتفليقة بالواقع هو رئيس صوري خلال هذا اللقاء تم تكريم رئيسي الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفليقة اللحظة يتم تكريم رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة من قائد فد وربان المقتدر المجاهد المخلص فخامت رئيس الجمهورية وورا الصورة في نستنين هن النظام في حاشة الحكم والجيش اللي حاميهن وبكرة هن اللي بيعملوا انتخابات رئاسية لانتخاب الرئيس الصوري وبدل بوتفليقة بيعملوا شت الفيئة اشتركوا في القناة